نحن في الفيديو الخامس من سلسلة الفيديوهات التعرفية عن برنامج تريبل مارس في هذا الفيديو سنتعلم كيف نقرأ التقارير بشكل صحيح لمعرفة أداء مبيعات الحساب وأيضا تقارير بخصوص المبالغ التي سنشحنها على برنامج تريبل مارس وكيف البرنامج يستعمل الشحنات التي ندخلها داخل البرنامج هيا بنا ننتقل لشاشة الحساب في هذا الفيديو سنتعرف على بند التقارير من خلاله يمكننا تحميل ملفات تقارير عن حساباتنا لدراسة الحسابات وأداء الحسابات وجميع المبيعات التي تحصل في الحسابات تريبل مارس يمكنه إنشاء نوعين من التقارير كل شيء يختص في المبيعات التي حصلت في متاجرنا على موقع إيبي وأيضا البالانس ريبورت أي المبالغ التي شحنا الحساب تريبل مارس فيه نتبهوا أن حسابي الآن مشحون في 955 دولار و70 سنت يمكنني زيادة البالانس سنتحدث عن البالانس خلال هذا الفيديو أيضا فيمكنني هنا تحديد تاريخ من إلى وهنا تحديد أي متجر أريد تقارير عنه والضغط على جينيريت ريبورت عند الضغط على جينيريت ريبورت سيحمل ملف SUV ملف Excel فيه سيكون هذا الشكل مبين هكذا فانتبهوا هنا الـ ID الرقم الخاص للمبيعات التي حصلت هنا الـ Title أي أنوان المنتج الذي بيعه هنا التاريخ وهنا تاريخ البيعة وهنا الـ Status وضعية البيعة هاي اللي هي Completed Order Refounded كما رأى هنا هنا الـ Buyer ID الشخص الذي اشترى منا وهنا Source Price مبلغ المنتج في صفحة المبيعات على موقع أمازون والSell Price مبلغ المنتج على موقع إيبي هنا الـ Profit كما ربحنا من هذه البيعة الـ Quantity كمية المنتجات التي بيعت وهنا Supplier Order هذه أرقام لـ Triple Mars نفسها وـ Destination Order أيضا لـ Triple Mars وهنا الـ Destination أنوان الشخص الذي بعثنا له المنتج وهنا Source طبعا سيكون أمازون التاكس إذا دفعنا ضريبة معينة بسبب اختلاف الولايات في أمريكا وهنا الـ E-B fee رسوم E-B التي دفعناها لكل بيعة حصلت وهنا الـ PayPal fee الرسوم PayPal التي دفعناها لكل بيعة وهنا الـ Shipping إذا دفعنا مبلغ شحن معين فكذا يمكننا تحميل ملفات ودراسة المبيعات أو جميع المبيعات التي حصلت في حسابنا ودراساتها وإذن نريد تقديمها للشخص معين سأنتقل لبرنامج Triple Mars أيضا يمكننا كما نرى تحميل ملف تقرير بخصوص الـ Balance جميع الشحنات التي شحناها لـ Triple Mars وأيضا جميع المبالغ التي استعملناها لشراء المنتجات طبعا Triple Mars الذي اشترى المنتجات ولكن يمكن رؤية جميع السحبات أو المبالغ التي استعملها فيمكن تحديد من إلى تاريخ معين والضغط على Generate Report وسيتبين لكم تقرير كهذا انتبهوا يمكنكم رؤية كل تاريخ هنا التاريخ سأرجع إلى فوق هنا نرى التاريخ Date وهنا الـ Reload الـ Reload Amount وهنا Triple Mars الرقم الخاص لـ Triple Mars Transaction وهنا يمكن رؤية في أي تاريخ ما هي المبالغ التي سحبها هنا عندما يكون سلبي أي سحب هذا المنتج وعندما نرى المبلغ في الزائد أي أننا أضفنا هنا نفترض شحنة الحساب في 3000$ وأنزل إلى تحت وهنا أيضا سيكون سحبة 3000$ كما نرى هنا هنا 1000$ هذه الثلاثين سنت كما نرى على كل بيع يعالجها بشكل تلقائي Triple Mars يأخذ ثلاثين سنت فكما نرى هنا قد أخذ ثلاثين سنت على معالجة المبيعات التي حصلت عندما أقول معالجة المبيعات أي أنه يدخل لموقع أمازون يشتري المنتج ينتظر لرقم التتبع ومن ثم يعرف رقم التتبع هذه العملية تسمى معالجة البيع فهنا كما نرى تحليل كامل لجميع المبيعات التي حصلت أو جميع المبالغ التي سحبها Triple Mars من البلانس الذي شحنته كما نرى هنا قد أضفت 6000$ في يام واحد في 31 عشرة فهذه التقارير مهمة جدا لدراسة مدى نجاح المتجر الخاص بنا الآن بخصوص البلانس عندما أضغط على البلانس هنا يمكنني إضافة البلانس يمكنني الضغط على 1000$ وإضافة بلانس 1000$ للحساب يمكنني إضافة أي مبلغ أريده يمكنني إضافة هنا 3000$ نتبهوا عندما تشترون بلانس أي أنكم تشترون فمهم جدا أن يكون حسابكم متوفر فيه مبلغ معين لكي Triple Mars يعالج المبيعات في بعض الأحيان سيكون في بند الأوردرز هنا فيلد بسبب أنه لا يوجد بلانس كافي لشراء المنتجات فمهم جدا أن دائما تعملوا إدارة كاملة للبلانس وأن تكونوا مستعدين وأن يكون دائما متوفر مبلغ معين لكي لا تكونوا بحالة أنه Triple Mars لن يعالج المبيعات وأن يكون فيلد في الأوردرز بسبب أنه لا يوجد بلانس كافي فمهم جدا أن يتوفر بلانس وأن تكون إدارة صحيحة للبلانس أيضا يوجد لديكم هنا بند الكتالوج بند الكتالوج حاليا غير متوفر وهو قيد الإنشاء وبند الكتالوج Triple Mars سيكون فيه كتالوج منتجات كامل منتجات التي Triple Mars سيتعامل معها في مخازن في أمريكا وليس في الصين منتجات التي يمكنكم عمل عليها دروب شيبينج حسب ما قالوا لي Triple Mars سيكون هنا ما يقارب مليونين منتج ويمكنكم عمل عليها دروب شيبينج بشكل كامل بما سيعطينا الإمكانية والحصرية لبيع منتجات بأسعار أيضا تنافسية هذا ما قالوا لي فسننتظر حتى سيكون متاح هذه الإمكانية ولإعلان هذه المنتجات حاليا سننتظر فهذا هو بخصوص جميع البنود التي موجودة في برنامج Triple Mars هذا هو الفيديو الأخير لسلسلة الفيديوهات التعريفية عن برنامج Triple Mars أتمنى أنني نجحت في إفاداتكم وإذا لديكم أي أسئلة أو استفسارات يمكنكم كتابتها بالتعليقات وسأرد عليها بأسرع وقت ممكن لا تنسوا الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة سلسلة الفيديوهات ل Triple Mars وفيديوهات أخرى تتعلق بربح المال من خلال مجال التجارة الإلكترونية بالنجاح للجميع